أحمد فتوح بطري هتكلم عن أحمد فتوح وأدوار مركبة مع أسوريو في طريقة لعب أسوريو نتكلم عن أحمد فتوح نطلع بريك بس نتكلم عن أحمد فتوح بص في لعيبة الأدوار مركبة والكرة رايحة للشمولية ونقول زي ما احنا عايزين نقول بس في لعيب بيخطف العين يا كريم انت بتحب الكرة تيجي لأحمد فتوح فانت لعيب مهاري أو لعيب باللغة لعيب حريف فانت قاعد بتستمتع بيه ولعيب كمان بيعمل لك دور تاكتكل مهم جدا وفي رأيي ان فتوح هي مش غريبة عليه احنا شفناه مع كيراش ومباراة كتير وشفنا شخصيته عاملة ازاي يا كريم جوه الملعب فاللي بنشوفه مع فتوح بالأدوار اللي بتطلب منه وفي رأيي ان التحول اللي حصل ده كان بدايتها من مباراة طلعة للجيش خليناك نستعرض يا كريم الحالات وتعالى تفرج على فتوح بيعملي انا هنا مش بكلمك على اسست ولا بكلمك على جوان انا بكلمك على بونا اللعب بص فتوح اللي هو المفروض باكليفت بص فتوح بيستلم فين هو دايما متنفس لزميله في عملية البونا فتوح من ان هو لاعب في نص الملعب تحول الى المستجنح شمال هيطلع الراجل بثروه عبكري جدا هنا هو اللي بيستخلص هو هنا بيلعب دور ستة هو الديستروير هيطلع بحل لفرقة الزمالك ويطلع حسام عبد مجيد وهيرجع مكانه هو طيب هنا احمد فتوح بيستلم ناحية الشمال في مركز تمانية هو محضر ارجع كده كريم ارجع معلش بص فتوح هو شايف زيزو من ظهره هو عامل بص هيلف هو اخذ القرار هنا اي لعيب ممكن يتبرجل النقطة اللي اتكلم فيها شاكر شفت الزناري وهي جايله هو نفس الحتة بس هو متبرجل بص فتوح هو دايما متنفس لاي لعيب للنادي الزمالك نفس فكرة عارف ايه بص طبعا عشان الناس يعني فاكر بيرلو هو بيلعب في الحتة دي يا كريم هو دايما انه هو الناس بتدور عليه بص كرة المحلة هو طالع هيبني خد رزق لان انا عندي المهارة لتخليهني اعمل كده واقدر اطلع بالكرة بشكل بريح بص هو هنا عملت بردو الاسكان وانه هو طلع لشيكابالا بص عمل الديلي واستنى شيكابالا ثرو باس والا اروع صح جول رائع بص دي بص الله رائع لعيب كبير انت بتتكلم على لعيب بص هنا انا قررت ان مقفولة انا هابنتريت وبعدين اتقفلت لقيت ان الموضوع مقفول هلعب تاني هابلد اب مع الناس بص الكرة هنا اللي نضاي عاملة ازاي هو الوحيد اللي شايف نضاي في الملعب مباراة فيوتشر نقطة اول شو تاني طبعا هو اللي بينزل هو اللي بيلعب الفرقة طبعا فالنقطة اللي بيتكلم فيها شاكر ان فكرة ان فتوح يتلاعب عليه مان وفي رأيي ان كولر وهو مغمض بكرة هو شغل الشاغل ازاي وقف احمد فتوح عظم جدا